على صعيد آخر وبحضور المطران خريستوفروس أعلن عن إطلاق الأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية في الأردن وذلك في قاعة الكاتدرائي تدخول السيد إلى الهيكل الصوفية بدأ اللقاء بخدمة القداس الإلهي ثم استمع الجميع لكلمة لقدس الأب أفثيميوس الأب الروحي للأمانة العامة للشبيبة الأرثوذكسية وبعدها جرت الانتخابات أمام الجميع وبعد أعلان النتائج هنأ سيادته الهيئة الإدارية المنتخبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأكد سيادته خلال اللقاء أن على الشبيبة أن تعمل بروح الفرح وأوصل حاضرين بالالتفاف حول الكنيسة أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فرض إسرائيلي ضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة ورفضت الخارجية في بيان لها هذه الإجراءات غير القانونية ضد الوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة ونبهت إلى أن الاعتداءات ضد المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه لأساس تقويد الوجود المسيحي وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية ودعت دول العالم لدعم مواقف الكنائس والتدخل لوقفه ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس كما طالبت جميع الدول والمنظمات الدولية وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتواقف عن استهداف الكنائس في الأراضي المقدسة